السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيادكم عملي ايو يا رب دو انت كنوا بخير النهاردة ان شاء الله هنبدأ في آخر درس في الجبر لسنة ثلثة عدار الترمي الاول ولذلك عديد على المشاهد وورقتك وقلمك كو ببيتي الشاي الجمينة بتاعتك ويلا بينا اكيد سمعت قبل كده في مكان ما في وقت ما سواء بقى في الرياضة او في العلوم كلمة تناسب طردي وتناسب عكسي حتى لو مش فاكر افكرك التناسب الطردي عبارة عن حكتين يبيزيدوا مع بعض يبيقلوا مع بعض انما التناسب العكسي او برعا حكتين لو واحدة منهم زادت التانية قل وهو دا يمعلم بقى موضوع درسنا النهاردة اللي هو التغير الطردي والتغير العكسي هناخد النهاردة ان شاء الله التغير الطردي وفي الحصة الجاية ان شاء الله هناخد التغير العكسي طيب يعني ايه بقى تغير طردي الوقت محسن يقدر يمشي 50 متر في دقيقتين ما شاء الله عليه ربنا اديله الصحة عنده خطوة سريعة سريعة خمسين متر في دقيقتين تمام الله امان لو مشي 100 متر هيمشيهم في قد ايه طب ما هو بيقدر يمشي الخمسين في دقيقتين يبقى المية هيقدر يمشيهم في اربع دقايق الله طب لو مشي 150 متر هيحتاج كم دقيقة هيحتاج دقيقتين زيادة فهيبقى ايه ست دقايق امان لو بقى مشي 200 متر هيحتاج كم دقيقة هيحتاج 8 دقايق هتلاحظ هنا يا معلم ان كل ما المسافة بتزيد كل ما الزمن هو كمان بيزيد والكلام دوت معناه ان احنا عندنا تغير طردي ما بين المسافة وما بين الزمن طب نكتبها ازاي دي بص معلم هتقول كده ان المسافة فيه تتغير مع الزمن نوني شايف العلامة ده ايه دي اسمها علامة التغير وبنقرأها كده فيه تتغير مع نون تمام الله امان لو قلتلك سين تتغير مع صاد تفهم من كده ايه تفهم من كده ان احنا عندنا تغير طردي او تناسب طردي ما بين السين والصاد تمام هو ده معلم التغير الطردي فيجي لك السؤال في الدرس دوت بقى ويقول لك ايه يقول لك سين تتغير طرديا مع صاد او سين تتناسب طرديا مع صاد او سين تتغير بتغير صاد او سين تتغير طرديا بتغير صاد او سين فيه تغير طردي مع صاد او سين فيه تناسب طردي مع صاد كل الالفظ دي كلها معناها سين تتغير مع صاد ده تمام اتفقنا على هذا طيب قوانين التغير بص معلم احنا عندنا قانونين اتنين بس للتغير الطاردي اول قانون منهم عبارة عن ان احنا هنشيل علامة التغير دي وهنحط مكانها يساوي ميم وننزل السين هنا وننزل الصاد هنا يبقى سين تساوي ميم صاد اهدية كده يا معلم اللي هي ديت بنسميها العلاقة بين سين وصاد والثابت اللي هو الميم ده ايه ده احنا بنسميه ثابت التغير بنسميه ايه ثابت التغير فهيجي لك السؤال يقولك اوجد العلاقة بين سين وصاد او يقولك اوجد ثابت التغير في الحالة دي هنستعمل القانون الاولاني وهتشوف كمان تسوية لما ناخد المسائل طيب القانون التاني تعال كده ناخد اول نسبة عندنا في الجدول ده مثلا خمسين واثنين تعال نسمي اللي فوق دوت سين واحد واللي تحت نسميه صاد واحد احسب لي كده سين واحد على صاد واحد بيساوي كم طبعا بيساوي خمسين على الاتنين اللي هي بتساوي كم بتساوي خمسة وعشرين تمام طيب احسب كده اي نسبة تانية اي نسبة تعجبك تعال مثلا ناخد اللي هي مية وخمسين وستة هنسمي اللي فوق سين اتنين واللي تحت صاد اتنين يلا يا معلم كده احسب لي بقى النسبة اللي هي سين اتنين وساد اتنين بتساوي كم مية وخمسين على الستة هتحسبها بالقالة الحسبة هتطلع معاك برضو بتساوي خمسة وعشرين الله دا ديت طلعت بخمسة وعشرين وديت كمان طلعت بخمسة وعشرين معنى كده ان النسبتين دول هما اللي اتنين ايه هما اللي اتنين قد بعض بالزبط يعني النسبة اللي هي سين واحد على صاد واحد بتساوي النسبة اللي هي سين اتنين على صاد اتنين صح ولا ايه مظبوط مش احنا خدنا في التناسب الخاصية اللي بتقول لنا ان احنا نقدر نبدل ما بين الطرفين والوساطين مع بعض اه طب ما تمدل كده ما بين صاد واحد وسين اتنين دول وشوف كده هيحصل معاك ايه هتلاقي عندك سين واحد على سين اتنين بيساوي صاد واحد على صاد اتنين اهو دوت بقى معلم هو القانون التاني من قوانين التغير خد بالك احنا فين احنا في التغير الطردي عندنا قانونين لما سين تتغير مع صاد بيبقى سين تساوي ميم صاد سين واحد على سين اتنين يساوي صاد واحد على صاد اتنين ده اول قانون وده تاني قانون طب انفرد مثلا جالك سؤال وقالك ان صاد تتغير مع سين يعني العكس هنا سين تتغير مع صاد طب هنا صاد تتغير مع سين تعرف تعملين القانونين دول أعرف القانون الأول هشيد علامة التغير وحط مكانها يساوي ميم يبقى صاد تساوي ميم سين طيب القانون الثاني همسك الأولان ده اللي هو الصاد يبقى صاد واحد على صاد اثنين بيساوي الثاني اللي هو سين واحد على سين اثنين دول هم القانونين بتوع التغير قبل ما نخش بقى في المسائل بتاعت التغير الطردي خلينا ناخد التمثيل البياني للتغير الطردي يعني لو عاوزين نمثل التغير الطردي بيانيا هيبقى شكله عامل ازاي قالك بيكون عبارة عن مستقيم يمر بنقطة الاصل تاني مستقيم يمر بنقطة الاصل يعني بص على الشكل ده كده قدي محور سين قدي محور صد وقدي نقطة الاصل هاي النقطة واو بص المستقيم ده او المستقيم دوت يمثل تغير طردي تمام يبقى غبار عن ايه مستقيم يمر بنقطة الاصل يبقى احنا عندنا شرطين اول واحد انه يكون مستقيم تاني شرط انه هو يمر بنقطة الاصل فعندنا السؤال دوت بيقولك ايه بين اي الاشكال الاتية تمثل تغير طردي وايها لا تمثل تغير طردي تعال نشوف اول شكل زي ما اتفقنا احنا عندنا شرطين لازم يكون مستقيم ولازم يمر بنقطة الاصل ده مستقيمه لكن هل بيمر بنقطة الاصل لا يبقى دوت لا يمثل تغير طردي طيب بص هنا اه مستقيمه وبيمر بنقطة الاصل يبقى دوت يمثل تغير طردي طيب ده هل ده مستقيم لا ده مكسور من النصة هو مش مستقيم مع انه بيمر بنقطة الاصل لكن مش مستقيم يبقى دوت لا يمثل تغير طردي تمام تعال شف كده المستقيم ده اه مستقيم وبيمر بنقطة الاصل يبقى دوت تغير طردي طيب ده مستقيم لكن ايه لا يمر بنقطة الاصل يبقى دوت ايه لا يمثل تغير طردي طب دوت مستقيم برضو لكن لا يمر بنقطة الاصل يبقى لا يمثل تغير طردي طب بص ده ده يمر بنطة الأصل لكن هو مش مستقيم ده خط منحني يبقى دوت برضو ايه لا يمثل تغير طردي تمام ندخل بقى على المسائل نشوف بتبقى عاملة ازاي وانحلها ازاي اول سؤال بيقولك اذا كان صاد تتغير مع سين ادي التغير بتاعك هو معلم بيقولك ايه بيقولك صاد تتغير مع سين وبيقولك ايه وكانت صاد تسوي 15 عندما سين تسوي 3 اوجد العلاقة بين سين وصاد اه المطلوب الاولاني عاوز مين عاوز العلاقة بين سين وصاد ثم اوجد قيمة سين عندما صاد تسوي 90 تعال الاول نجيب العلاقة فاكرين ايه هي العلاقة قلته لكم من شوية اللي هو القانون الاول من قوانين التغير اللي هو كان بيقول ايه احنا انشير علامة التغير دي ونحط مكانها يساوي ميم فنقول كده صاد تسوي ميم سين تمام اه دي بقى هي العلاقة بين سين وصاد بس احنا عاوزين نحسب مين عاوزين نحسب قيمة الميم دهية بكام دي هي اللي نقصة تمام نحسبها ازاي هتلاقيه في السؤال من دي قيمة سين وصاد بص هنا اه وكانت ساد تسوي 15 عندما سين تسوي 3 بس يا معلم هتحط مكان الساد 15 ومكان السين 3 يبقى ايزا اهو صاد اللي هي كام اللي هي 15 تساوي ميم في السين اللي هي بكام اللي هي بتلاتة احسب الميم تعالى نحسب الميم عايزين نتخلص من التلاتة دي نتخلص منها ازاي مش هي مضروبة في الميم اه اروحانا اقسم عليها هنا بس هقسم هنا بس لا هقسم هنا وهنا كمان عاملة بالزبط زي لما كون عندك اتنين سين تساوي اربعة مثلا كنت بتقسم هنا على الاتنين وهنا على الاتنين نفس الموضوع بالزبط تمام طب لما نقسم على التلاتة هيحصل ايه هيحصل ان التلاتة اللي فوق هتروح مع التلاتة اللي تحت فهيتفضل عندك مين هيتفضل عندك الميم لوحدها بتساوي كام 15 على الثلاثة فيها الخمسة كده احنا جبنا قيمة الميم بكام بخمسة ارجع بقى عوض في العلاقة اللي فوق ده اللي هي صاد تساوي ميم سين مكان الميم حط خمسة يبقى اذا ايه يبقى الصاد تساوي ها مكان الميم هكتب خمسة سين اهي دي كده يا معلم هي العلاقة بين سين وصان بس كده احنا خلصنا المطلوب الاولاني نقول تاني هيديك تغير اهو صاد تغير مع سين هتطبق القانون الاول يعني ايه يعني هشيل علامة التغير وحط مكانها يساوي ميم هعوض بقيمة سين وصاد اللي هو هدهم لك في السؤال لما تعوض بهم هتحسب السابت اللي هو الميم وترجع تعوض فيه تاني في العلاقة يديك العلاقة بالشكل ده طيب المطلوب التاني بيقولك ايه ثم اوجد قيمة السين عندما صاد تساوي تسعين اه ده بقى ممكن نحله بطريقتين الطريقة الاولانية هي من العلاقة نفسها العلاقة ما انت خلاص معاك العلاقة تقدر تعوض في العلاقة فاقول كده فاقول كده من العلاقة احنا عاوزين نحسب سين لما الصاد تساوي تسعين خلاص حط مكان الصاد تسعين في العلاقة هنا هشيل الصاد وحط مكانها كام تسعين بتساوي خمسة سين تعرف تحسب السين اعرف هقسم هنا على الخمسة وهنا على الخمسة فالخمسة دي هتروح مع الخمسة دي هيتبقى عندك معلم السين بتساوي تسعين على الخمسة اللي فيها يا معلم تمنتاشر كده يبقى احنا خلاص حسبنا قيمة السين دي اول طريقة اللي هي من ايه من العلاق طب الطريقة التانية بقى اللي هي ايه الطريقة التانية هي ان انا استعمل القانون التاني من قوانين التغير ايه هو القانون التاني بيقولك التغير ده صاد تتغير مع سين الصاد الاولانية هتبقى صاد واحد على صاد اثنين بتساوي السين التانية هتبقى سين واحد على سين اثنين اهو صاد واحد على صاد اثنين يساوي صاد واحد على صاد اثنين مين هي صد واحد ومين صد واحد ومين صد واحد؟ بصbe معلم ارجع للسؤال هتلاقيه في الاول ادكك قيمة صد في الاول اهم دوص احد وصد واحد بعد كده هيطلب منك قيمه صد واحد ده هتبقى صد تسوي اهدية صد اثنين تمام? يبقى اول قيمتين هيديهم لك هما ايه صد واحد بعد كده القيمتين اللي تحت اللي هم صد اثنين وهوباuster واحدة منهم وهيديك التانية عوض بقى يا معلم يلا بينا صد واحد بكام عندك صد واحد بخمستاشر اهي يبقى خمستاشر على صد اتنين بكام صد اتنين بتسعين ادي عم من حج التسعين بتساوي سين واحد بكام سين واحد اهي بتلاتة ادي التلاتة على سين اتنين اللي انا عاوزها خلاص حط مكانها السين تمام تعرف تحسب لي السين من هنا ها يا السلام وفي ابسط من كده هنعمل ايه هنعمل مقص هنضرب الاتنين اللقصات بعض في بعض يعني هنقول كده ان السين بتساوي شرط تكسر تلاتة في تسين على الايه على الخمستاشر نحسبهم بقى على الالة الحسبة هيطلعوا معاك بيساوي تمنتاشر عاوز تختصر تقدر تختصر يلا على الخمستاشر فيها الواحد على الخمستاشر فيها الستة تلاتة في ستة بيساوي تمنتاشر دي الطريقة ودي الطريقة لو انت طلب منك في السؤال انك تجيب العلاقة يبقى الاسهل ان انت تعوض في العلاقة فعلا كانت اسهل واسرع طب لو ما طلبش منك العلاقة زي السؤال اللي جاي تعال نشوفه بيقولك اذا كانت صاد تتغير طرديا مع سين يعني ايه صاد تتغير مع سين بالشكل ده وكانت صاد تساوي عشرين عندما سين تساوي سبعة اوجد قيمة صاد عندما سين تساوي اربعتاشر هو طلب منك انك تجيب العلاقة لا ما طلبش ده عاوز قيمة صاد عندما سين تساوي اربعتاشر فانت قدامك حل من اتنين يا اما تجيب العلاقة الاول بعد كده تعوض في العلاقة يا اما تستعمل على طول القانون التاني من قوانين التغير والاسهل دلوقتي ان انت تعمل القانون التاني ليه ما طلبش علاقة اوجع دماغي بيها ليه يلا القانون التاني على طول بيقولك ايه بيقولك ان صاد واحد على صاد اتنين بيساوي سين واحد على سين اتنين يلا يا معلم نحط الارقام بتاعتنا اول قيمتين عندي سين وصاد هما ايه صاد واحد وسين واحد والاتنين التانيين صاد اتنين سين اتنين يلا انا عوض يا معلم صاد واحد بي كام عندك عشرين يبقى عشرين على صاد اتنين بي كام ده دل انا عاوزها حط مكانها صاد بتساوي سين واحد بي كام عندك سبعة حط مكانها سبعة على سين اتنين الي هيا كام اللي هي 14 يا سلام يلا يا معلم هتعمل مقص وتقول لي كده الصد بتساوي شرطة كسر هنضرب الاتنين اللقصات بعض في بعض 20 في 14 وتقسم على الايه على السبعة تعرف تحسب لي ديت بكم يا سلام اعرف على السبعة فيها الواحد على السبعة فيها الاتنين اتنين في عشرين بتساوي كم بتساوي اربعين بس يا معلم الصد بتساوي اربعين بدل ما نقعد بقى نعمل علاقة ومش علاقة وبتاع وكلام من ده طب يجي واحد يقول لي لا يا مستر انا مش حاجبني الطريقة دي بنسى على طول بطلقبط في القانون التاني انا عاوز اجيب العلاقة يا سلام يا سلام انت تؤمر يا صديقي تعالى نعمل العلاقة يا سلام هشيل علامة التغير وحط مكانها يساوي ميم يبقى صد تساوي ميم سين وحط مكان السين والصد اول قيمتين اللي هم كان عشرين وسبعة يلا نعلم الصد عشرين بتساوي ميم في السين اللي هي بسبعة نقسم هنا على السبعة وهنا على السبعة سبعة تروح مع سبعة يبقى الميم بتساوي كم عشرين على السبعة هما ما يتقسموش سبهم زي ما هم ارجع بقى حط مكان الميم الكسر ده يبقى صد بتساوي عشرين على السبعة سين هذه هي العلاقة تعالى بقى نعوض في العلاقة يلا يا معلم احنا عاوزين مين عاوزين صد لما السين بتساوي أربعتاشر حط مكان السين أربعتاشر يبقى الصد هتساوي عشرين على السبعة في السين اللي هي بكام اللي هي باربعتاشر تحسب لي دي اعرف اوقع السبعة فيها الواحد على السبعة فيها الاتنين اتنين في عشرين اللي هي بتساوي اربعين ده صح واللي احنا عملنا قبل كده صح هم اللي اتنين جابوا لنفس نفس الحل بالظبط السؤال اللي بعده بيقولك اذا كانت صاد تتغير بتغير سين وكانت صاد تساوي اتناشر عندما السين تساوي تلاتة اوجد العلاقة بين سين وصاد ثم اوجد سين عندما صاد تساوي ستة انا عاوزك تمسك بقى الورقة والقلم وتحل انت السؤال ده يلا يا معل طيب يلا معاعد نحله كده صاد تتغير بتغير سين يعني الصاد تتغير مع سين عاوزين نجيب العلاقة يبقى هعمل القانون الاول هشيد علامة التغير وحط يساوي ميم يبقى صاد تساوي ميم سين يا سلام تعال بقى نحط مكان السين والصاد اتناشر وثلاتة صاد اتناشر تساوي ميم في التلاتة على التلاتة هنا وعلى التلاتة هنا عشان نحسب الميم 3 مع 3 يتبقى الميم بتساوي 12 على 3 فيها الأربعة كده احنا جبنا الميم ارجع عوض في العلاقة دي شيل الميم وحط مكانها أربعة يبقى الصاد بتساوي أربعة سين هذه عم الحج العلاقة ممكن بقى نحشب الصين من العلاقة فنعوض في العلاقة من العلاقة هنحط مكان الصاد 6 يبقى الستة هتساوي أربعة سين تعالى نحسب السين على الأربعة على الأربعة أربعة تروح معا الأربعة وبالتالي هتلاقي أن السين بتساوي 6 على الأربعة نقدر نقصرها تبقى 3 على الأتنين قادي عمل حج قيمة القيمة السين يجي واحد يقول لي يا مصر أنا ما عملتش كده أنا عملت القانون الثاني اللي هو صاد واحد على صاد اتنين بيساوي سين واحد على سين اتنين وقلت أن دي هي صاد واحد وسين واحد ودول سين اتنين وصاد اتنين وجيت عوضت صد واحد اتناشر على صد اتنين ستة بيساوي سين واحد اللي هي تلاتة وسين اتنين اللي انا عاوزها حطيت مكانها السين وعملت مقص اتلقيت السين بتساوي شرط تكسر ستة في تلاتة على الاتناشر طلعت معايا برضو بتساوي تلاتة على الاتنين ده صح وده صح قرنب اللي عندك شوف انت حلت صح ولا غلط دلوقتي بقى احنا عندنا ملحوظة كده صغيرة ومهمة جدا احنا اخدنا التغير اللي هو صد تتغير مع سين مثلا تعرف تطبق القوانين بتاعة التغير هنا اه القانون الاول هيكون عبارة عن صد تساوي مين سين هشير علامة التغير وحط مكان هيساوي مين القانون التاني همسك الصد الاولانية دي هخليها صد واحد على صد اتنين وهمسك السين التانية هخليها سين واحد على سين اتنين ده هو اللي احنا اخدناه طيب ممكن بقى يغير لك شكل السين دي ازاي يقول لك مثلا صاد تتغير مع سين تربيع مثلا تعرف بقى تطبق القانونين بتوع التغير على التغير ده اه القانون الاول هشيل علامة التغير وحط مكانها يساوي ميم يبقى صاد تساوي ميم سين تربيع تمام طيب القانون التاني همسك الصاد الاولانية هخليها صاد واحد على صاد اتنين طب والسين دي مش سين بقى دي سين تربيع هخليها سين تربيع واحد على سين تربيع اتنين شفت ازاي اهو بالطريقة ديت بنطبق القانون الايه القانوني التاني طب تعالى نسوف حاجة تانية مثلا لو قلتلك ان الصاد تتغير مع جزر سين القانون الاول هنشيل علامة التغير ونحطه يساوي ميم يبقى صاد تساوي ميم جزر سين طب القانون التاني الصاد هتبقى صاد واحد على صاد اتنين انما السين ده بقى دي عبارة عن جزر سين فهتبقى جزر سين واحد على جزر سين اتنين شفت ازاي؟ تمام طب تعالى بقى ايه نعكها شوي لو قلتلك ان الصاد تتغير مع سين زاق الثلاثة دي بقى نعملها ازاي؟ بص يا معالك احنا هنشيل علامة التغير نحطه يساوي ميم تمام؟ الصاد تنزل ما فيهاش مشكلة انما السين لا دي مش سين بقى دي سين زاق الثلاثة بس السين زاق الثلاثة دي كلها مضروبة في الميم فلازم نحطها يعني نحط المقدار ده كله جوه قوس بالشكل ده يبقى سين زاق الثلاثة جوه قوس ايش معنى؟ عشان تبقى الميم اللي هو ثابت التغير مضروب في السين زاق الثلاثة كلها في المقدار كله تعرف لو انت عملتها ميم سين زاق الثلاثة الكلام ده معناه ان انت عندك ثابت التغير مضروب في السين بس مش مضروب في الثلاثة لكن هو لازم يكون مضروب في الايه في السين زاق الثلاثة كلها فهمت؟ فهمت تمام؟ طب لو عاوز بقى اطبق القانون التاني هنقول كده ان الصاد اللي هي هتبقى صاد واحد على صاد اتنين طب والسين زاق الثلاثة هتبقى سين واحد زاق الثلاثة على سين اتنين زاق الثلاثة شفت ازاي تمام طب لو قلت لك برضو كده بقى اخيرا عشان خاطر نأكد المعلومة صاد تربيع تتغير مع الجزر التكعيبي للسين نعملها ازاي صاد تربيع تساوي ميم جزر تكعيبي للسين ده اول قانون طب والقانون التاني صاد تربيع هتبقى صاد تربيع واحد على صاد تربيع اتنى بتساوي جزر تكعيبي يبقى جزر تكعيبي لسين واحد على جزر تكعيبي لسين اثنين وبالطريقة دي امعلم بنطبق قوانين التغير لما يكون الاشكال بتاعت الرموز مختلفة بالطريقة دي تعال بقى ناخد شوية مسائل على الكلام ده ونشوف نحلها ازاي مع بعض السؤال بيقول اذا كانت صاد تربيع تتغير مع سين تكعيب ايه صاد تربيع تتغير مع سين تكعيب تمام وكانت صاد تساوي ثلاثة عندما سين تساوي اتنين اوجد سابت التناسب ايه هو سابت التناسب ده اللي هو الميم اللي هو في القانون الاول لو شلت علامة التغير وقلت يساوي ميم الميم ده هي سابت التغير او سابت التناسب يلا يا معلم يبقى صاد تربيع بيساوي ميم سين تكعيب بالشكل ده هنعوض بقى مكان السين ومكان الصاد بالقيم دي صاد تلاتة سين باتنين يلا يا معلم هنشيل الصاد ونحط مكانها تلاتة يبقى ثلاثة تربيع بتساوي ميم في اسين بكام بتنين يبقى تنين قص ثلاثة بالشكل ده تعال بقى نحسب الكلام ده بكام ثلاثة تربيع يعنى ثلاثة في ثلاثة بكام بتسعة بتساوي اتنين تكعب بكم بتمانية يبقى تمانية ميم هنقسم هنا على التمانية وهنا على التمانية تمانية تروح مع التمانية يتبقى عندك الميم بيساوي تسعة على التمانية كده احنا جبنا ايه ثابت التناسب او ثابت التغير طيب عوض مكان السين بتسعة على التمانية هنا في العلاقة دي يبقى ايزا ساتر بيع بيساوي تسعة على التمانية سين وسي ثلاثة. هنحط مكان الصات كام؟ مكان الصات ستة. يبقى ستة تربيع بتساوي. تسعة على التمانية سين وسي ثلاثة. تمام؟ تعالا بقى نحسب الكلام ده بكام؟ احنا عاوزين نتخلص من الكسر اللي جنب السين. ازاي نتخلص من الكسر ده؟ في المعادلات لما يكون جنب السين كسر بنضرب في مقلوبه. في مقلوبه. هو تسعة على التمانية. هضرب هنا في تمانية على التسعة. وهنا كمان هضرب في تمانية على التسعة. تمام؟ يحصل ايه بقى؟ هيحصل تسعة من فوق مع تسعة من تحت. تمانية من تحت مع تمانية من فوق. يا سلام. فهيتبقى النحيا دي كام؟ هيتبقى النحيا دي سين أوسي ثلاثة. بتوسع. تعال بقى نشوف الكلام ده كده بيوساوي كام؟ ستة تربيع اللي هي كام؟ اللي هي ستة وتلاتين. اللي هي كام؟ ستة وتلاتين. تمام؟ على التسعة فيها الواحد على التسعة فيها الاربعة. اربعة في تمانية بيساوي كم؟ بيساوي واتلاتين. تمام؟ دلوقتي احنا عايزين اتخلص متخلفز من التكعيب، نتخلص ازاي من التكعيب في المعادلة؟ عدو التكعيب الجزري التكعيبي ها simplified جذري التكعيبي. جزر التكعيبي هنا وجزر التكعيبي هنا. يحصل ايه بقى? التكعيب هيتطير مع الجزر التكعيبي هيتبقى عندك السين بتساوي. الجزر التكعيبي الاثنين وثلاثين هل دي هي ابسط صورة? والله تعال نشوف. هل اثنين وثلاثين موجودة في جدول تمانية? اه موجودة اربعة اه يبقى التمانية هتطلع بره الجزر جزرها باثنين ويتبقى تحت الجزر اربعة. كده بقى احنا خلاص بسطنا الجزر التكعيبي ده وجبنا قيمة السين. يجي واحد يقول لي يا ميستر انا مش بعرف ازاي اختصر الجزر التكعيبي كده. هسيب لك لينك فيديو في علامة الايفو هنا او هنا شرحت فيه ازاي نختصر الجزور التكعبية. السؤال دوت بيقولك اذا كان سين وصاد متغيرين. حيث صاد تتغير مع المعكوس الضربي للمقدار. واحد على سين تكعيب. تاني كده مع بعض واحدة واحدة بيقولك ايه? بيقولك ان الصاد تتغير مع مين? المعكوس الضربي يعني ايه معكوس ضربي? المعكوس الضربي اللي هو المقلوب صح? تمام? المعكوس الضربي بتاع ده. واحد على سين قس ثلاثة. لما قلبه. هيبقى عامل ازاي? هيبقى عبارة عن سين قس ثلاثة على واحد. بس الواحد في المقه ما بيتكتبش. ادي يا معلم هو ايه? التغير بتاعك. بيقولك ايه? واخذت صاد القيمة 18 عندما اخذت سين القيمة 2. اهو يا معلم قيمة صاد وقيمة سين. عاوز العلاقة بين سين وصاد. بس يا معلم عوض مكان الصاد ومكان السين. يلا يا معلم صاد بكم عندك? تعال بس نحط القانون بتاعنا. هشيل علامة التغير. وحط مكانها يساوي ميم. يبقى صاد يساوي ميم سين قس ثلاثة. الصاد بكم عندك? صاد ب 18. بتساوي ميم فيه. سين تكعيب. سين بكام? اتنين. يبقى اتنين تكعيب. اللي هي بتساوي كام? اللي هي اصلا بتساوي تمانية. هقولها على التمانية وهنا على التمانية. اللي ترح مع التمانية. يطلع معاك الميم بتساوي كام? 18 على الفمانية. اقدر اختصرها؟ ا على الاتنين. فيها التسعة على الاتنين. فيها اللي اربعة. قادي الميم معلم. الميم طلعت بكم؟ تسعة على الاربعة. تعال بقى نعود مكان الميم في العلاقة دي. هشيل الميم واحط مكانها 9 على الاربعة يبقى اذا صاد بتساوي 9 على الاربعة سين قس ثلاثة اه دي معلم هي الايه العناقة بين سين وصاد تمام بيقولك بقى ثم اوجد قيم صاد عندما سين تنتمي للمجموعة 014 اه دي بقى نعملها ازاي المرة دي هو مش مديك قيمة واحدة للسين بقى ده مديك 3 قيم للسين هتعمل ايه هتحل كل وحدة منهم لوحدة يلا يا معلم لما نجي نحل كده هبدأ باول وحدة عندما سين تساوي 0 هعوض في العلاقة هحط مكان السين 0 يبقى الصاد بتساوي 9 على الاربعة في 0 يعني بيساوي كام بتساوي 0 كده اول وحدة طيب التانية عندما سين تساوي 1 هعوض في العلاقة يبقى الصاد بتساوي 9 على الاربعة في 1 واي حاجة في واحد بايه بنفسها يبقى 9 على الاربعة دي تانية واحدة طيب تالت واحدة عندما سين تساوي اربعة الصاد هتساوي 9 على الاربعة فيه سين تكعيب يبقى اربعة تكعيب اربعة تكعيب دي اللي هي كام اللي هي اربعة وستين تمام على الاربعة فيها الواحد على الاربعة فيها الستاشر 9 في 16 بتساوي 144 وكده بقى احنا خلاص خلصنا السؤال ده التنسب دوت يا اصدقائي مش مجرد كسور واعداد بنكتبها على الورق لا ده احنا كمان بنستعمله فيه حياتنا العملية فتعالا ناخد مسألة كده تطبيق حياتي ونستعمل فيه التغير عشان خاطر نحله بيقولك ايه تسير سيارة بسرعة سابتة بحيث تتناسب المسافة المقطوعة ترضيا مع الزمن قالك ايه تتناسب المسافة ترضيا مع الزمن فلو قلت مثلا ان المسافة ديت رمزها مثلا فيه وان الزمن رمزه نون مش هيفرق نون او زين او اي حاجة ده مجرد رمز بيقولك ان المسافة تتغير ايه ترضيا مع الزمن يبقى الكلام دوت معناه ان المسافة فيه تتغير مع الزمن نون بيقولك ايه فاذا قطعت السيارة 150 كيلو مترا في 6 ساعات انا معرفش ايه هي العربية اللي تمشي في سرعة الحلزون دي بس ايا كان هي مش يتقد ايه 150 كيلو في 6 ساعات يعني دي المية وخمسين دي هي قيمة المسافة وال6 ساعات وهي قيمة الايه قيمة الزمن فبيقولك فكم كيلو مترا تقطعها السيارة في 10 ساعات اه فانا هاجي هنا بقى على المية وخمسين هسميها فيه واحد وال6 ساعات هخليها نون واحد بيقولك بقى فكم كيلو مترا يعني هو عاوز يحسب فيه اتنين تقطعها السيارة في 10 ساعات يبقى العشر ساعات هي نون اتنين تمام تمام تعال بقى نعوض فانهي قانون بقى انا مش محتاج العلاقة فعوض في القانون التاني من قوانين التغير اللي هو كان بيقول ايه بيقولك فيه واحد على فيه اتنين بيساوي نون واحد على نون اتنين وابدأ اعوض فيه واحد بكام فيه واحد بمية وخمسين على فيه اتنين اللي انا عاوز احسبها احط مكانها فيه بتساوي شرطة كسر نون واحد بيكام عندك 6 ساعات على نون اتنين بيكام 10 ساعات تعال بقى نحسب الفيه يا معلم هنعمل ايه هنعمل ماص ونضرب ونقول ان الفيه بتساوي شرطة كسر 10 في 150 على الستة على الاتنين فيها التلاتة على الاتنين فيها الخمسة على التلاتة فيها الواحد على التلاتة فيها الخمسين وخمسة فيه خمسين اللي هي بتساوي 250 دي مين دي مسافة والمسافة وحدتها كام عندك في السؤال وحدتها كيلو مترا كان بيقولك هنشيل علامة التغير وحط مكانها يساوي ميم يعني سين تساوي ميم صد حصل طب ما هو الكلام دوت معناه ان السين بتساوي سابت في صاد يعني ايه يعني عدد في الصاد فانا همسك المقدار او المعادلة اللي هو هديها لك هاعد حلها وبسط فيها وحطها في ابسط صورة لو تلاقيتها في الآخر عبارة عن سين تساوي عدد في صاد يبقى هنا اقدر اقول ان ده معناه ان سين تتغير مع صاد يعني لو وصلت للعلاقة اقدر ارجعها للايه للتناسب تاني تعال نشوف المقدار بيقولك ايه اربعة سين تربيع زائد تسعة صاد تربيع بيساوي سالب اتناشر سين صاد دي عبارة عن معادلة تربيعية مقدار سلاسي فاعمل ايه هصفر المعدلة هعمل ايه اصفر المعدلة هاخد سالب اتناشر سين صاد هدخلها جوه بعكس الاشارة فهيبقى عندنا هنا اربعة سين تربيع وعندي كمان موجب تسعة صاد تربيع بيساوي سفر وسالب اتناشر سين صاد احطها في النص موجب اتناشر سين صاد عشان يبقى مقدار سلاسي واقدر ان انا احلل تحليل المقدار السلاسي وبص يا صديقي بقى من الاخر كده مسائل الاسبات بتاعة التغير الطردي كلها بيكون مقدار سلاسي مربع كامل مقدار سلاسي ايه مربع كامل هسيب لك برضو لينك الفيديو تاعة المربع الكامل في علامة الاي هنا او هنا تقدر تروح تشوف وترجع تاني ولكن باختصار كده ومن الاخر المربع الكامل ده بيتحلل ازاي هنعمل قوس تربيع وناخد جزر الاولاني وجزر الاخراني واشارة اللي في النص تاني جزر الاولاني اربعة جزرها اتنين سين تربيع جزرها سين اشارة اللي في النص تنزل موجب جزر الاخراني التسعة جزرها تلاتة صد تربيع تنزل صد بالشكل اللي انت شايفه ده والكلام ده كله بيوسوي سفر تاني دايما في مسائل الاسبات بتاعة التغير الطردي بيكون مقدار مربع كامل وده بيتحلل ازاي بنعمل قوس تربيع وناخد جزر الاولاني وجزر الاخراني واشارة اللي في النص طيب دلوقتي انا عندي قوس تربيع بيوسوي سفر عشان نتخلص من التربيع دوت هاخد هاخد جزر تربيع للطرفين بس النحة التانية عند صفر وجزر صفر بصفر معنى كده يا معلم ان كأن التربيع دوت اصلا مالوش اي لازمة هنا فهنشيله خالص مالوش اي داعي يبقى اتنين سين بتساوي تلاتة صاد تمام ودي بقى تلاتة صاد النحة التانية بعكس الاشارة يبقى صاد احنا عاوزين ايه احنا عاوزين صين تساوي عدد فصاد فتعاد اannah نتخلص من الل 12 abord السين يحصل ان الصين د هتطير مع الصين صاد اه صاد عدد في صاد او العدد ده هو ثابت التناسب او ثابت التغير اقدر استنتج من كده ان قدي السين و قدي الصاد وبدل يساوي والميم هحط مكانها علامة التغير وكده يبقى سين تتغير مع صاد خلصنا السؤال ده لا يا مستر لسه ما وضحتش معي تعالى ناخد مثال كمان السؤال بيقول الف تربيع زائد اربعة به تربيع بتساوي اربعة الف به اثبت ان الف تتغير مع به يعني عاوز اعمل ايه طبق القانون الاول كده يعني الف يساوي ميم به عاوز اثبت ان الف بتساوي عدد في البه تمام تعالى نشوف المقدار ده زي ما اتفقنا مقدار سلاسي مربع كامل فياخد اربعة الف به دي انت خلى جوه بعكس الاشارة في النص فيبقى عندك الف تربيع وعندك موجب اربعة به تربيع بيوساوي سفر وهحط في النص سالب بعكس الاشارة يبقى سالب اربعة الف به مقدار سلاسي مربع كامل يبقى هعمل قوس تربيع بيوساوي سفر الف تربيع هتبقى الف اربعة به تربيع تبقى اتنين به والسالب اللي في النص هينزل سالب بالشكل ده جزر الاولاني جزر الاخراني اشارة اللي في النص طيب التربيع دوت ملهوش اي لازمة هنا يبقى الف ناقس اتنين به بيوساوي سفر هود الناحة تاني بعكس الاشارة يبقى الف بيوساوي اتنين به الحق الف بيوساوي عدد في به فهعمل ايه بدل يوساوي وعدد هحط مكانهم مين هحط مكانهم علامة التغير يبقى الف تتغير معال به وهو المطلوب اسباته السؤال اللي بعده سين تربيع ناقس ستة سين صاد زائد تسعة صاد تربيع بتساوي سفر اسبت ان سين تتغير مع صاد ورقتك وقلمك وحل السؤال ده طيب يلا ما بعد كده نحله سوا طبعا مقدار سلاسي مربع كامل زي ما اتفقنا قوس تربيع سين تربعة تبقى سين تسعة صاد تربعة تبقى ثلاثة صاد السلم اللي في النص ينزل كلام ده كده بيوساوي صفر تربيع مهلوش اي لازمة هندخل ديني حتاني بعكس الاشارة يبقى السين بتساوي ثلاثة صاد يبقى اذا سين تتغير مع الصاد قرنب اللي عندك بقى شوف انت حليت صح ولا غلط سؤال اللي بعده المرة دي بقى عاوز يثبت ان سين تتغير مع صاد ولكن مديك تناسب عبارة عن كسر معادلة على هيئة كسر في الحالة دي بقى نعمل ايه هنعمل زي ما كنا بنعمل في النسبة والتناسب ان احنا نعمل ايه اعمل مقص وجمع بقى وزبط الدنيا ويوصل لابسط صورة وشوف هتوصل لغاية سين تساوي ميم صاد ولا لا تعال نجيب مع بعض يلا هضرب واحد في اي حاجة بايه بنفسها يعني تلاتة سين ناقص تسعة صاد زي ما هي طيب اتنين في المقدار ده يلا هنعمل توزيع اتنين في تلاتة سين يعني بستة سين بعد كده اتنين في سالب خمسة صاد يبقى سالب عشرة صاد تمام مقص عادي يا ما حلنا عليه قبل كده في الدروس اللي فاتت نعمل بقى دلوقتي رجالة مع رجالة والحريم مع الحريم يلا معلم هناخد ستة سين جنب تلاتة سين سالب تسعة صاد جنب العشرة صاد يلا بينا يلا بينا هنا عندي تلاتة سين هحط جنبها سالب ستة سين بتساوي هنا عندي سالب عشرة صاد هحط جنبها موجب تسعة صاد تلاتة ناقص ستة سالب تلاتة سين سالب عشرة موجب تسعة يبقى سالب صاد انا عندي سالب يمين وسالب شمال. اول ما توصل لمعادلة عبارة عن حد جبري يساوي حد جبري وعندك سالب وسالب بص معلم. سالب معلمين يترمع السالب اللي على الشمال. على طول ما توجعش المر. سالب مع سالب من هنا. تمام. احنا عاوزين ايه? احنا عاوزين سين تساوي ميم صاد. عاوز السين لوحدها. تعال نتخلص من التلاتة دي. اقسم هنا على التلاتة وهنا هنقسم على التلاتة. تمام? يحصل ايه? تلاتة تروح مع التلاتة. يتفضل عندك مين? يتفضل عندك السين. طيب صاد على التلاتة مش هي هي واحد على تلاتة صاد او والله العظيم هي هي واحد على تلاتة صاد. لا يا مستر انا مش مصدقك يابني معوانا لو حبيت ان انا اضرب واحد على التلاتة في الصاد هقول ان الصاد مقامها بواحد وهضرب واحد في صاد بصاد ثلاثة في واحد بتلاتة ما هي صاد على الثلاثة هي هي تلت في الصاد او تلت صاد تمام حلو اهو يا معلم بقى عندك ايه بقى عندك سين تساوي عدد في الصاد هشيل بقى اليساوي والكسر ده واحط مكانهم علامة التغير يبقى سين تتغير مع صاد وهو المطلوب اسباته تعال ناخد واحدة كمان الف زائد به على الثلاثة بيساوي اتنين به زائد جيم على الستة اسبت ان جيم تتغير مع الف ايه ده يا مستر ده انا عندي هنا في المقدار ده بتعندي به ملكش دعوة مش انت عندك كسر بيساوي كسر اه اعمل مقص وشوف هتوصل في ايه للاخر يلا معلم اعمل مقص اضرب ستة في الف ستة الف ستة في به موجب ستة به بيساوي حب يلا معلم تلاتة في اتنين به يبقى ستة به تلاتة في جيم يبقى موجب تلاتة جيم الحق عندك النحية ده ستة به والنحية ده ستة به هي هي في النحيتين يتيروا مع بعض تمام لان فيتعال عندك النحية دي مين يتفضل عندك معلم ستة الف طب والنحية التانية هتفضل ايه تلاتة جيم. انت عاوز ايه? عاوز جيم تتغير مع الف. يعني انا عاوز جيم تساوي ميم الف. عاوز الجيم لوحدها. تعال انا نتخلص من التلاتة اللي جنب الجيم. على التلاتة. على التلاتة. تلاتة تروح مع التلاتة. فيتبقى عندك الجيم بتساوي. ستة على التلاتة فيها الاتنين والف. او بس جيم تساوي اتنين الف. هشيل اللي يساوي والاتنين واحط ما كان علامة التغير يبقى جيم تتغير معالف وهو المطلوب إثباته. السؤال اللي بعده متديك التناسب ده. خمسة سين ناقص ثلاثة صاد على ثلاثة سين زائد خمسة صاد بتساوي واحد. لجميع قيم سين تبتمي اللي عام جميع وصلاة نكسبك من الكلام الفاضي ده. أثبت ان سين تتغير مع صاد. هتعمل مقصة معلم وتجمع وتزبط لحد ما توصل لايه سين تساوي ميم صاد. يلا يا معلم وردتك وقلمك وحل السؤال ده. طيب يلا مع بعض نحل وكده. اول حاجة عامل ايه؟ مقص دوت مقامه بواحد اعمل مقص. واحد في اي حاجة بنفسها يعني خمسة سين ناقص ثلاثة صاد بتساوي. واحد في اي حاجة بنفسها ثلاثة سين زائد خمسة صاد. يلا امعلم ايه رجال ما رجالة والحريم ما الحريم. هتحط السين جنب السين هتحط الصاد جنب الصاد. يا سلام يا سلام يلا بينا. هنا خمسة وسين. خمسة سين جنبها سالب تلاع تساوي هنا عندي خمسة صاد أحط جنبها موجب تلاتة صاد. خمسة نor Mum三 كام اثنين يبقى اثنين سين بتساوي. خمسة وتلاتة كام تمانية يبقى تمانية صاد. عاوزين ايه? عاوزين نتخلص من الاثنين دي. وتنين مع 2 يبقى السين بتساوي تمانية على الاثنين في على الأرابعة يبقى سين بتساوي اربعة صاد. يبقى اذاサين تتغير مع أستاذ وهو المطلوب إثباته. قرنا باللي عندك سوف انت حلت صح ولا غلط. وده كان آخر سؤال عندنا النهاردة. اتمنى ان درسنا النهاردة كان درس خفيف لطيف ضريف عننا جميعا. لو فهمت اي حاجة لاتدعمنا باللايك الجميل. وتشترك في القناة ومشارككم في الختم. سبحانك العلم من الا ما علمتنا. انك انت العليم الحكيم. السلام عليكم.